موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو الخامس من سلسلة الـ Power Pivot المرة اللي فاتت تكلمنا على الـ Calendar Table و اهمية الـ Calendar Table النهاردة بقى هنبني على الـ Calendar Table ده ونشوف الـ Dax Time Intelligence Functions النهاردة الجزء الاول هنشوف واحدة بس من الـ Time Intelligence Functions او زي بنسميها بالعربي دوال الوقت الزكية المرة الجاية هنشوف اكتر او هننتعمق فيها بشكل اكبر فالنهاردة و احنا بنشتغل هنعمل مراجعة سريعة جدا نحاقات الـ 1-4 ليه؟ هنبني Model من اول وجديد هنبدأ من سكراتش خالص هنبدأ من صفحة بيضة ونبني Model ونقف لحد الخطوة اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت طبعا مش هكون كافي انك تفهم كل اللي احنا عملناه في الـ 4 حلقات ولكن لو انت بادئ اول مرة النهاردة وتبني عليه المرات اللي جاية هنشوف كمان حاجة صريفة قوي اسمها اخفاء الاعمدة غير المستخدمة وحنشوف اهميتها هنشوف كمان حاجة اسمها ترتيب عمود بداية عمود اخر ودي مهمة جدا برضو بالذات في ترتيب حاجة زي الشهور جوه الـ Calendar Table هنشوف function مهمة جدا في الـ DAX اسمها Calculate انا بعتبرها اهم function في الـ DAX على الاطلاق وحنشوف اهميتها لتغيير عمل الـ External Filter والحاجة اللي بعد كده هنشوف واحدة من اهم دوال الوقت الزكية اسمها Same Period Last Year وحنستخدمها علشان نجيب التغير من سنة الى اخرى الموضل بتاعنا هيكون فيه عدة سنوات وحنبقى عايزين نبص على التغير في الارقام من سنة الى اخرى الحاجة الخامسة هنبص على معادلة من معادلة الـ DAX اسمها Divide واخر حاجة هنعمل تقارير باستخدام جداول محورية وحنحط معاهم واحد او اتنين سلايسر وكمان هنعمل Conditional Formatting في المثال بتاع النهاردة عندي Excel File اسمه All Sales موجود فيه اربعة شيت كل شيت تمثل مبيعات بتاعت سنة من السنوات من 2016 لحد 2019 ودي نوع البيانات اللي موجودة جوه هي بيانات المبيعات Transaction by Transaction هتلاقي موجود من ضمن البيانات مثلا كود المنتج كود التشانل وحتلاقي كود الريجين او المنطقة اللي تم فيها البيع التاريخ والكوانتيتي او الكمية المباعة والخصم اللي معمور على كل الترانزاكشن وعلى الناحية التانية كمان هتلاقي فيه Excel File تاني فيه تلاتة شيتس كل شيت بتمثل نوع من انواع اللوكاب تابل او جدول من جداول البحث اللي هستعملها في المواضل بتاعي فاول واحد بتاع المنتجات هتلاقي فيه بردو كود المنتج واسم المنتج والكاتيجري وسعر المنتج وهتلاقي كمان فيه الشيت التانية كود الريجين واسم الريجين المنطقة وقناة البيع او الشانل اسمها موجود وبردو معها الكود بتاع الشانل فاقدر عن طريق الفايلين دول مع بعض احطوهم كلهم مع بعض واعمل تقارير عن المبيعات لشركة تريبل اي بايك شوب وعشان اعمل الكلام ده كله هروح على اكسل شيت فاضية خالص وابدأ عن طريق الباور كويري اجيب كل ديتا دي مع بعض واحطها جوه الديتا مواضل زي ما انت شايف اكسل شيت فاضية خالص تعال نروح نجيب ديتا بتاعتنا عن طريق باور كويري هروح على الديتا من على الشمال جيت ديتا from file from excel workbook اول حاجة هجيب all sales ده الترانزاكشن تابل بتاعي هختاره واقوله import هيفتح للنافجيشن من النافجيشن ويندو انا محتاج اللي 4 excel sheets يكونوا كلهم موجودين تحت بعض فمش هختار ولا واحدة فيهم هختار ال excel file نفسه من فوق all sales دي هختارها وهقوله transform data هيفتح للpower query editor على اليمين عايز اضبط اسم على اليمين محتاج اضبط اسم الكويري هسميها all sales بس وادوس على enter وادي preview ديتا اللي موجودة جوه 4 excel sheets لو عملت preview لأي واحدة فيهم هتلاقي ديتا موجودة تحت بسي ما انت شايف محتاج اعمل promote للهيدر ممكن اعملها من جوه excel.workbook نفسها اللي هي source اول خطوة موجودة في الكويري دي بدل النل اللي مكتوبة هنا لو عملت عليها double click وكتبت كلمة true وباين عملت space ودوست enter وتاعنا نرجع نختار تاني ال table هتلاقي حصل promotion للهيدرز يبقى انا كل اللي محتاج اعمله اغير دي واخليها true انا كده جاهز ممكن اختار الكلوم بتاعديتها هو لوحيد اللي محتاجه مش بتاعك الباقي كله right click وهقول له remove other columns وبعد كده اقول له لو سمحت اعملي expand هعمل uncheck the use original column name as prefix وفي بعض الكلومات مش محتاجها زي sales rep id والsegment هعمل uncheck عليهم وادوس على ok ادي كل الديتا بتاعتك جاتلك تحت بعض فضلك بس تضبط data type هروح على transform dictata type هايزبط لي كل الديتا تايبس كلها مرة واحدة انا كده جاهز اقدر ألود الكويري دي هروح على home close and load close and load to من import واندو هاختار only data connection وadd this to data model وادوس على اوكي هيفتح queries and connection pane وهيبدأ يعمل loading للكويري حوالي 277000 line بعد كده محتاج اروح اجيب بالlookup tables هروح على data من على الشمال get the transform get data from file نفس الكلام excel workbook المرة دي look up tables وهقول له import هيفتح لي نفس الكلام navigator المرة دي محتاج كل excel sheet في query لوحدها فممكن اختار select multiple items وعلم على ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وبعد كده transform data برضو هيفتح لي power query editor على الشمال اول واحدة اول واحدة قلت سيزا عملناها مع بعض من شوية واحدة اسمها channel واحدة اسمها product واحدة اسمها region والاسامي من اتخذها من اسامي وعلم على كل واحدة فيهم هتلاقي نفس الخطوات دي متكررة وهو كل حاجة تمت بشكل هايل حتى change type اعمله بشكل كويس اما دلوقتي جاهز ممكن اعمل load data queries كلهم مرة واحدة هروح منهم على close and load close and load 2 من import data window only create a connection add this to data model وادوس على اوكي هيبدأ يعمل loading data query مع بعض ولما يخلص هيبقى عندي الاربع تابلز بتوعي موجودين جوه data model تعالا بقى نروح نتفرج على data model مع بعض وانا واقف على data حلاق الايكون الاخضر ده data tools ممكن ادوس عليه عشان يفتح لي power pivot window من power pivot window ادي الاربع excel tables مع بعض اهم الاربع queries اللي انا عملتهم all sales channel product region كده انا نقص لي table واحد بس عشان اكمل data model بتاعي وهو calendar table زي ما عملنا في الفيديو اللي فات ممكن ترجع للتفاصيل ولكن بسرعة جدا ممكن نروح على design من design هنحن اسمها calendar من calendar هنحن اسمها date table لأ ultra new لوحده هيروح على all sales ويشوف اول تاريخ واخر تاريخ ويبدأ يعمل table في اول تاريخ واخر تاريخ تاريخ متصلة مع بعض ويبدأ ابني column زي ما هشفتها دي بشكل تلقائي التاريخ وعكده السنة رقم الشهر اسم الشهر weekday وبعد كده quarter كده هراكل data model بتاعي بقى فيه خمسة tables ده كلنا ما محتاجه وعشان ابدأ عمل تقارير بتاعتي عايز اول حاجة ابني علاقات هروح اول حاجة على ال diagram view عشان اشوف ال tables كلها بتاعتي جنب بعض ادي اول table محتاجه في النص اللي هو ال all sales عشان ابني ال star schema بتاعتي ممكن اجيب ال channel هنا جنبه وفوقي ال product وتحتي ال region واخر table موجودة على يمين هتلاقي اهو ال calendar ممكن اجيبه وحطه جنبهم وابدأ ابني علاقات ما بين الجداول دول هنا جداول البحث الاربع جداول البحث وفي النص هو جدول المعاملات يبقى relations كلها one to mini جاي من جداول البحث ورايح على جدول المعاملات اول حاجة product id هروح اربطه بال product بعد كده channel id اربطه بال channel id ال region id ال region id واخر حاجة date هربطه بال date وهتلاقي زي ما انت شايف ال one موجودة دايما عند جدول البحث وال star او mini موجودة عند جدول المعاملات وده اللي بنسميه زي ما اخدنا قبل كده في الفيديو التاني ده اللي بنسميه ال star schema كده حراج جاهز تبدأ تعمل المعامل بتاعتك علشان تبدأ تبني ال report بتاعك ممكن ارجع تاني على data view واروح على ال all sales وتعالى نبدأ نبني المعامل بتاعتنا احنا قلنا لو خدنا كولوم زي ال quantity ده وحطناه على طول جوه pivot table هيعمل حاجة اسمها implicit measure وهنا دي حاجة مش كويسة انا مش عايز اعمل كده كمان خد بالك انا هنا ما عنديش revenue انا عندي quantity and discount ولكن ال price موجود في ال product موجود هنا في ال product فانا محتاج جوه ال all sales اعمل measure اقدر احسب بي قصة revenue عن طريق ال two columns دول واجب لهم الاسعار من جدول product هعمل كده ازاي عن طريق داكس اتريتر function اسمها sum x خدناها في فيديو pp03 ممكن ترجع له عشان تشوف تفاصيل اكتر تعال لو نبدأ نكتب المعامل بتاعنا هكتبه فين تحت في المعامل هاختار اي سيل هنا جوه المعامل وبعد كده اروح على formula bar وبعدين تعالى نبدأ نكتب مع بعض لازم ادي اول حاجة اسم المجر عايز اسميه revenue نقطتين يعني اسم المجر خالسك وequal يعني يلا نبدأ نكتب المعادلة معادلة بتاعتي اول function هستخدم اسمها sum x tab اول حاجة محتاجها table خد بالك table اسمه all sales ممكن اختار ال table على طول اكتب all وادي الاختراب بتاعتي انزل بالسهم وبعد كده tab كتاب لي all sales expression يعني المعادلة عرفته فين ال table عايز بقى المعادلة اول حاجة محتاج ال quantity ال quantity ده موجود في العمود اسمه quantity جوا نفس ال table ده ولكن قلنا افضل حاجة لازم اكتب الاسم بالكامل اسم ال table ووراء اسم العمود اللي موجود جواه فهاختر عطول اهو من تحت all sales quantity واعمل tab هاضربه في one minus discount فهفتح قوس واعمل one minus discount موجود في نفس ال table وانزل تحت اختار discount مع كده اقفل قوس عشان يبقى one minus all sales discount موجودين بين قوسين مع كده اضربهم في السعر موجود في table تاني هاجيبه عن طريق functions مع related حبد اكتب r e l a tab هاختر ال price ممكن اكتب price هيودينا على طول على ال table اسمه product و price double click عليها ممكن اقفل قوس بتاع related واقفل قوس كمان بتاع sum x ودلوقتي ممكن ادوس enter وبص على النتيجة اللي هتطلع لي ممكن افتح شوية هنا هو هتلاقي هنا فعلا حسبها لك جابلك total revenue total العام بتاع الاربع سنين مع بعض ممكن اقدر اعمل هنا number formatting اللي هعمله هنا هيوصل معايا او هيروح معايا ال pivot table هروح على المكان بتاع واختار currency وبعد كده ممكن اصغر decimal places مش محتاج decimal places في ارقام كبيرة اوي دي 27.388.000 الاجمال العام بتاع الاربع سنين كلها دلوقتي انا جاهز خلصت كل اللي احنا عملناه من اول الفيديو رقم واحد لحد الفيديو رقم اربعة من اول دلوقتي بقى حالا وانت طالع هنبدأ نتكلم على موضوعات اول مرة نشوفها مع بعض يلا بصرحة نعمل اول تقرير ونشوف الدنيا هتمشي ازاي اعمل الكم ده من طريق ايه ممكن وانا على نفس الويندو دي بتاع اختار pivot table من هنا لوحده هيوديني على ال excel window العادية ويقولي انت عايز new worksheet ولا تشتغل في نفس الworksheet او ال existing worksheet انا هاقول له باشي انا عنديش مشكلة existing worksheet وممكن اختار كمان ال cell ممكن اروح مثلا في b4 وقول له اوكي اوكي مرة كمان هيعملي على طول pivot table سماها pivot table 1 ممكن من pivot table analyze ادينيه انا اسم واسميه مثلا sales report وادوس على enter كده خلاص انديني له اسم وتعالى pivot table field list بقت موجودة على يمين هنا وبص بعندي كم جدول واحد اتنين تلاتة اربعة خمس جداول مليان كولومز لو فتحت اهو وكمان في مور فيلز بص دانية عاملة ازاي وبعد شانل و ايدي العملية زحمة جدا 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 انا كده هتلاخبط كلها مجا اشتغل انا محتاج اخد ايه وما اخدش ايه موضوع ملاخبط جدا طب ازاي نحلل المشكلة دي لو رجعنا تاني على ال power pivot window اقدر اختار فين ال fields او ال columns اطلع لي بس جوه ال pivot table والباقي يعمل له hide طبعا هيفضل موجود في الموضل وقدر اشوفه واتعامل معايا واعمل عليه معادلات وعمل كل انا عايزه ولكن وانا بختار من pivot table ومش هيطلع لي فتعالها مثلا تفتكر all sales الان انا محتاجه طبعا محتاج الماجر ده لكن مش محتاج ولا حاجة من هنا يعني مثلا تعان فكر فيها كده هل محتاج product ID في اي سبب الاسباب هتعمل report في product ID اكيد لا ولا channel ID ولا region ID يبقى دي اول تاته دول انا مش محتاجهم اكيد طيب date احنا dates اللي هنا دي هعمل بيها ايه انا قريدي ربطتها بالcalendar واي ديت انا عايز وهاخده من الcalendar فكمان مش محتاج ال date يبقى ده كل ده انا مش محتاجه ال quantity انا حاليا مش هريبورت حاجة بال quantity ولكن حتى لو احتاجت ال report ال quantity فانا محتاج اعمل لها major زي ال revenue اللي هنا ده عشان اقدر ال reporting انا كمان مش محتاج ال quantity اصلا ولا محتاج ال discount ولا محتاج اي حاجة خلص من ال table ده فاختارهم كلهم واعمل right click واعطلها حاجة اسمها hide from client tool اول ما هدوس عليها بص كده هتلاقي بقى لونهم رماضي كده وبقى ايه dimmed تحس ان هي كده ايه بقى فيه اللون بتاعها بقى باهد كده معنى كده ان الكل ده مش هيطلع في ال client يبقى انا نروحت بعد كده على ال pivot table تعالى نعمل alt tab ونروح على ال pivot table افتح بقى all sales ما فيهاش غير بس المجر اللي اسمه revenue طيب تعالى نروح اللي بعده channel انا عندي ال channel فيها اسم ال channel وفيها رقم ال channel طبعا الكود او الرقم مش محتاجه right click وممكن دلوقتي اعمل hide from client tool نفس الكلام بص برده كده هتلاقي ايه بقى فيه عمود باين وعمود مش باين ارجع تاني على ال pivot table افتح كده ال channel هتلاقي ايه ال channel بقت فيها تحت اختيار واحد بس اللي هو اسم ال channel تعالى ممكن بقى تروح من diagram view وتعمل نفس القصة برضه اخد بالك اهو بقى باهت لون وباهت اهو في diagram view نفس الكلام هنا ممكن اعمل قصة دي من هنا على طول فمثلا ال product انا مش محتاج ال id ولا price ولا commission محتاج ال product وال category اسميهم اللي بقى كله مش محتاجه فممكن اختار ادي اول واحد right click اعملها من هنا hide وبعد كده price واخر column right click وقول له نفس الكلام hide from client tool تعالى بنروح على ال calendar في حاجة اسمها date hierarchy هو انشاءها بشكل اوتوماتيكي لو انا حبيت اختار dates وعمل فيها drill down فبختار ال hierarchy يبدأ من السنة drill down للشهر وبعد كده لليوم ممكن ده سيبه زي ما هو هنا مثلا month number اكيد مش هحتاجه يعني دايما هريبورت باسم الشهر فمش محتاج month number فممكن right click وقول له hide نفس الكلام اقول له hide from client tool day of the week ما اظنش حاليا هحتاجه والquarter اعتقد انه مش هحتاجهم في الوقت الحالي فممكن برضو اقول له hide from client tool على فكرة مفيش مشكلة احتاجتهم تظهرهم عادي اخر حاجة ال region و region id ممكن برضو region id مش محتاجه right click و hide تعال ارجع تاني ادي كده اعتقد بقت العملية سهلة ممكن اعمل report بتاعي بشكل كويس جدا طيب تعال اول report اعمله اعايز ابص على report بالشهور فهعمل ايه هروح على calendar ممكن ااخد ال hierarchy كله احطه هنا في ال rose زي ما حالك شايف كده هيجيب لي السنين ولو فتحت هيجيب لي الشهور ولو فتحت اجيب لي الايام بس انا مش عايز كده صراحة قوي تعال نشيل ديت hierarchy وروح على more fields وهاتلي بس ايه الشهور لوحدها خلينا نشتغل على شهور لوحدها دلوقتي طبعا نخد بالك دي الشهور على الاطلاق يعني ابريل هنا ابريل كل السنين بس مش تلاحصها غريبة انه بدأ من ابريل الشهور مفوت الدق من جانيوري هو بدأ من ابريل وبعد كده august الترتيب ده alphabetical انا مش هينفع اشتغل alphabetical في الشهور فانا محتاج الترتيب ده يكون ترتيب الشهور يعني january february march وهكذا طب ازاي ممكن نعمل القصة دي هرجع تاني هروح بقى على الكلندر المرة دي بس لازم اشوفها جوه data view وهروح على الكلندر وزي ما انت شايف بقى عندي حاجة اسمها month وعندي حاجة اسمها month number انا لوقتي ممكن اقول لي تبلي المنث بالmonth number month number مترتب صح january هو رقم واحد وfebruary اثنين وهكذا لكن هنا مترتب الفابتكل فممكن اقول لو سمحت اختار ده واروح من هوم حاجة اسمها sort and filter حاجة اسمها sort by column واختار له sort by column وحيقول لي بقى ادي المنث انت اختارته عايز تتبه بدلالة ايه فعايز اقول له بدلالة month number واقول له اوكي وانس اني عملت كده تعال بقى نرجع تاني ونشوف ايه اللي حصل اهو تمام بقت جانيوري نازل معاك لحد ديسمبر وادي قدرت اشوف كده زي ما حراك شايف قدرت اشوف السنة بتاعتي بشكل كويس خد بالك دي اكتر من سنة فانا محتاج دلوقتي احط لها سليسر عشان نقلب في السنين فاجيبه منين بقى لسليسر ده نفس الكلام من more fields هنا من calendar right click واقول له add as a slicer ادين لاربع سنين بتوعي تعال وانا مختار لسليسر كده نعمله formatting سريع هعمله اربعة وممكن نفتحه شوية كده ونصغر كده شوية وتعال نحطه فوق في الكورنر ودلوقتي كده بقى عندي slicer هو ممكن نقلب في السنين من ادي سنة 2016 2017 2018 2019 ادي كل السنين بتاعتك موجودة هنا وتعال بعد كده نشوف محتاجين نعمل ايه اكتر من كده في التقرير بتاعنا دلوقتي انا مطلوب ان انا ابدأ اقارن سنة 2019 بسنة 2018 معناها كام دقيقية معناها وانا مختار بالفلتر 2019 عايز يظهر جمدها سنة 2018 عشان ابدأ اعمل طرح او ابدأ اجيب نسبة التغير من سنة الى اخرى عشان اعمل كده محتاج حاجة تقدر تخينيه اتحكم في الفلتر الخارجي احنا كامنا قبل كده عن concept external filter اللي هو جاي عن طريق ال pivot table وانا ممكن اجبر ال external filter ده او اتحداه عن طريق internal filter جاي من جوة data model فيه functions معينة لو استخدمتها اقدر اتحكم في ال external filter وكنا شفنا في الفيديو بتاع ال dax iterator شفنا قبل كده حاجة اسمها all ازاي بتساعدني انا اغير ال filter context بتاع ال external filter واخريه اشتغل بالشكل انا عايزه في الحال احنا فيها النهاردة دي هقدر اخلي 2018 تظهر وانا مختار 2019 عن طريق معادلة او functions اسمها function calculate مهمة جدا زي ما قلنا بيعتبروها ال swiss army knife بتاعة ال dax تعال نرجع على power pivot window ونقف هنا ونبدأ نحاول نكتب ال function دي مع بعض او نكتب الماجر ده مع بعض ونشوف ازاي بيتعامل هاختار ال sell اللي تحت revenue على طول وبعد كده اطلع فوق على فهم البار وتعال نبدأ نكتب مع بعض هتديره اسم انا قلت عايز الوقتي revenue بتاع 2018 فحاسمني برضو revenue وبعدين 2018 نقطة 2 و equal وبعدين هبدأ اكتب قلنا معادلة اسمها calculate calculate محتاجة مني اول حاجة expression expression يعني ممكن يكون ماجر محسوب انا حاسب ماجر فيه total sales لو انا محتاج ابني على ماجر موجود لو فتحت سكوير براكت حالي اسامي الماجر عندي ماجر واحد اسمه revenue هعمل tab فانا كده بقول لو سمحت انا عايز ال expression اسمه revenue مش هحسب مالو جديد خلاص هو محسوب فهرجع حطه جوه calculate وبعد كده هيقول لي اديني بقى الفلتر اللي انت عايزه فممكن اقول له لو سمحت تدور لي جوه ال calendar واختار لي مش ال date بقى انا عايز ال year اللي موجودة الكلام اللي اسمه year اللي موجود في ال calendar عايزك تقارنه بسنة 2018 لو طلعت الاجابة true بالنسبة للسؤال ده هل ال calendar year بيتساوي 2018 لو طلعت الاجابة true تجيب لي المعلومات اللي موجودة في الكلام بتاع revenue او في الماجر بتاع revenue لو الاجابة false فلو سمحت مش عايزك تجيب لي اي حاجة ممكن دلوقتي اقفل calculate ودوس enter وكالعادة برضو هضيف number formatting هختار برضو currency و zero decimal places نرجع على ال pivot table وتعالى بقى all sales بقى فيها الوقت اتنين ماجر ادي revenue 2018 تشك عليه والوقتي بقى عندك انت مختار 19 ولكن ظاهر عندك revenue 2018 عايز تتأكد اختار 2018 هتنوم identical اختار 2017 ما بيتغيرش 2016 ما بيتغيرش طول الوقت هنا الكلام ده فيه revenue بتاع 2018 يبقى انا عن طريق معادلة calculate قدرت اقبل ال pivot table انه تجاه ال external filter اللي جيله من slicer او من اي filter انا عامله ويروح يجيب الفلتر اللي انا عامله مخصوص جوه ال data model اللي في الحالة دي بقول له عايز revenue بتاع بس سنة 2018 طب دلوقتي انا مختار سنة 2019 بقى انا 18 ده شكل منطقي مش وحش افرد من slicer عايز اجيبه 2018 كده حطر ان انا ارجع ابني major 2 سنة 2017 طب افرد عايز ارجع ال 2017 حطر ابني major كمان اسنة 2016 وهكذا طبعا مش مريح ومش ديناميك انا محتاج حاجة تقول لي لو سمحت لما اختار 2019 هدلي سنة لقبلها مش مهم هي سنة كام ولما اختار 2018 ارجع لي برضو سنة لورا مش مهم هي سنة كام ونفس الكلام في 17 و16 وهكذا يبقى هنا هي دول حاجة اسمها ال time intelligence function اللي هي النهاردة هنستخدمها مع بعض اسمها same period last year اكيد اسمها مترجم نفسه وواضح جدا لو سمحت هاتلي نفس الفترة العام السابق وتعالى نعدل نفس الماجر دا اني خلاص مش هحتاجه تعالى بقى ايه نغير اسمه الاول هنسميه بدا ال revenue 2018 هسميه revenue الي او last year وبعد كده calculate زي ما هي ال revenue هو ده الماجر اللي انا محتاجه ال expression اللي انا محتاجه ال revenue لكن هشيل الفلتر المعمول دا واحط مكانه function هي هتساعدني انا تعمل فلتر بشكل مظبوط الفنكشن دي قلنا اسمها same period last year لو كانت بس كلمة same هتطلع لك ممكن تعمل tab محتاج ايه جوه الفنكشن دي محتاج parameter واحد بس اللي هو dates وزي ما اتفقنا طالما dates لازم اجيبها من جوه ال calendar table رغم انا عندي dates جوه ال all sales ولكن ال calendar table مبني بحيث ان dates تكون متسلسلة بتكون sequential من اول يوم لاخر يوم وهو ده اللي بيخلي الفنكشنز بتاعة time intelligence تكون شغالها بشكل مظبوط يبقى طالما هستخدم time intelligence لازم اجيب ال date من جوه ال calendar يبقى هروح على ال calendar table ابدأ اكتب c a l دي ال calendar table ولو نزيل تلتحت خد بالك ما ينفعش اختار اي حاجة غير date او هتختار اي field تاني لازم اختار ال column اللي فيه sequential dates وبعد كده هنقفل القوس بتاع same period last year ووراء القوس بتاع calculate وكده حضرتك جاهز وهتلاقي بعد كده المجر ده بقى فيه 20 مليون ليه 20 مليون لانه رجع لسنة ورا وبدأ يجمع كل اللي قبل كده يعني كده كان ده اجمالي ثلاث سنين مش اربع سنين تعال بقى نرجع ونروح على ال excel سمها لك اهو revenue last year وتعال بقى نختار كده 2019 بقى يجيب لك 2018 اختار 2018 جاب لك 2019 هتقول يا عم انا مش بصدقك وعايز تأكد ان الكلام ده مظبوط هقول لك الموضوع سهل جدا تعال نروح على calendar وعلى more fields وتعالي هختار years وحطها فوق الشهور ويه ادي عندك سنة 2018 تعال بقى نشيل الفلتر ده وتعال ننزل بقى كده نبص تحت 2016 قدامها فاضي لان الموضل فيه مقام 2016 فقدامها فاضي 2017 شهر يناير قدامه 75000 دول بتوع شهر يناير 2016 65000 شهر فبراير 2017 هم هم بالزبط بتوع فبراير 2016 وهكذا وانت نازل لحد سنة 2019 يبقى انت كانت اكدت ان الشغلات بتاعتني تدعت مظبوطة ودهت اجيب كل سنة احطها جمد السنة اللي قابلها طيب انا هرجع تاني اختار 2019 ويبقى نحب ده اشيل السنين تاني من هنا خلاص اتكد اللي احنا عملناه مظبوط ونخلي الريبورت زي ما هو خد بالك دمش دام وانتهى املي في الموضوع انا محتاج ان انا ابدأ اعمل مقارنة بين السنتين مع بعض فتعا نرجع تاني ونشوف ازاي ممكن نعمل المقارنات دي اول حاجة ممكن اجيب التغير الابسلوت فممكن اعمل حاجة اسمها variance ممكن اسميه variance vs last year او التغير مقارنة بالعام الماضي نقطتين وايكول الماجر ده سهل جدا انا قردي عندي السنة دي اللي هي ماجر اسمه revenue ممكن اختاره اطرحي منه ماجر تاني افتح سكويرب راكت عشان يجيب لي ليستة الماجرز واختار revenue last year وادوس على انتر وتعالا نشوف ادي النتيجة النهاية طلعت لك هنا بس number formatting بسرعة ارجع ال pivot table بتاعك ممكن تروح هتلاقي الماجر بتاعك ظهر لو اخترته ادي التغير ما بين السنتين في نقص حوالي 83 الف دولار في المبيعات من 19 الى 18 لو اخترت 18 حالية 18 قد اعلى من 17 ها محتاجين نعمل ايه تاني ها محتاجين نسبة التغير تعال نرجع تاني على الماجر جراد ونبدأ نحسب نسبة التغير الماجر هسميه euro for year percent او التغير من سنة الى سنة نقطتين واقل عايز اختار من الماجرز الموجود وقسمه على السنة السابقة يبقى هفتح سكويرب راكت وانزل تحت اختار الفاريانس وبعدين ارجع اقسمه على الماجر التاني اللي اسمه last year وادوس على انتر تمام جدا ادي لك نسبة 32% تعال بس نحطه نسبة مئوية ويه ممكن نختار وتعالى نروح على وتعالى نختار الماجر بتاعنا تمام جدا ادي نسبة التغير 2017 19 شغال معاك كويس 18 شغال تمام ارجع كده على 16 اه ادي لك error ليه؟ علشان طبعا اسمنا على صفر طيب ازاي اتفادة مشكلة الاسم على صفر دي سهلة جدا تعالى نستخدم فونكشن جديدة اسمها function divide تعالى نروح نرجع نعمل ادي تاني لاخر measure بس ممكن نغير المعادلة من هنا delete وبدلا ما انا اسم على بعض هستخدم divide divd واعمل tab numerator هحط ايه فوق اول حاجة زي ما قلنا محتاج variance التغير ده المجر الاولاني وبعد كده comma خد بالك حقسم على ايه ال numerator يبقى comma وبعد كده افتح ايه حقسم على ايه حقسم على revenue last year وبعدين comma الحاجة التالتة وده اهم ما في الموضوع alternate result او النتيجة تطلع لك في حادة وجود error اللي هو في الحادة دي طبعا بيكون قسمة على zero فممكن مثلا اقول له والله بلانك بلانك ممكن اعملها كده زي ما نعملها في الاكسل بس الافضل اعملها بي function اسمها بلانك في function اسمها بلانك بتديلك قيمة البلانك على طول لما تحطها هنا فخلاص كده قلت له بلانك وكده ممكن اقفل وبعد كده ادوس enter تعال بقى نرجع على ال pivot table اه بص هنا ادي 2016 ادي لك بلانك 2017 تمام 18 تمام 19 تمام الدنيا ماشي معاك بشكل هايل جدا طيب دلوقتي انا محتاج اعمل حاجة تخليني visual يقدر اشوف ايه اللي حاصل في ارقام دي خد بالك هنا فيه شهور negative وشهور positive وكل شوية لما غير حتلاقي الدنيا شكلها متغير خد بالك لو غيرت هنا هتلاقي ال table بيصغر ويكبر انا بصحة دي مش عجباني ممكن اخليه بطر يكبر ويصغر ازاي وانا واقف جوة ال pivot table من pivot table analyze هروح على حاجة اسمها options ومن options فيها اسمها في auto fit column with on update انشك عليها دلوقتي لما هتغير مش هتغير معاك وده شيء ظريف طيب تعال بقى نشوف ازاي ممكن نخلي حاجة دي توريني بشكل visual شوية عن طريق conditional formatting هختار القلم بتاع year on year change ده واروح حضرتك على home ومن هوم حروح حاجة اسمها conditional formatting وتاعا نختار حاجة اسمها color scale وهختار اول واحدة يبتديك الاخضر والالوان اللذيذة دي حاول لو سمحت all sales showing your year change values for month اختار اخر واحدة تحت هيجيبها لك على ال table كله فهيبان بقى عندك ادي الاحمر ده من minus 9 في المائل ريفرير شهر ابريل اكتر شهر خسرني السنة دي هتلاقي شهر زي شهر اكتوبر كان شهر كويس قوي عامل قربل عشر في المائل ريفرير هتلاقي شهر جون كان شهر كويس هتلاقي شهر جانيوري كان شهر كويس تعال بقى نشوف كده ايه الاداء بتاع التشانل والاداء بتاع ال products والكلام ده كله هقف على insert ومن insert هختار pivot table هو الواحده فهم ان انا عايز ال workbook data model لان انا مش مختار اي data تانية فهقول له اوكي وهيديني على طول pivot table وتعال مثلا ده نسميه category revenue مثلا وندوس enter يبقى بطبيعي هروح على product واختار مثلا ال category وحطه في rows وبعد كده هروح على خد بالك بقى all sales هي اللي فيها كل الميجرز هختار مثلا ال revenue بتاع السنة دي وممكن اختار بس year over year change مش محتاج الباقي بس خد بالك هو كده جاب لي total السنين كلها 27 مليار ده انا عايزه يشتغل مع slicer فممكن اختار slicer ومن slicer من slicer menu حاجة اسمها report connections لو اخترتها هيجيب لي اسامي reportات اهو فهختار category revenue اقول له سمحت شغاله لي معاك فكده خلاص بقى شغال معايا لو اخترت هنا two reports شغالين معاك بشكل كويس جدا طيب خلاص ممكن بقى ايه ازبط زي ما اتفقنا وبعد كده انا هروح بقى وانا مختار هنا من pivot table analyze وقول له options and uncheck auto fit column width وقول له اوكي كده لو غيرت ايه مش هيغير معايا ونفس الكلام تعالى نعمل conditional formatting وانا مختار هنا هروح على home ومن home conditional formatting نفس الكلام هختار color scale وقول له لو سمحت اعايزها على column كله المرة دي بقى ممكن اعمل sort هتبقى شكلها احسن بكتير لان طبعا مقداش اعمل sort للشهور لان الشهور لازم تمشي من جايو الديسمبر منااش حل لكن انا ممكن اختار الاحسن مثلا الاوحش فممكن اختار من data وقول لو سمحت عايزك تعمل sort من z to a فجاب لي احسن حاجة ال access series فوق ده احسن category باع ويا لي بعد كده ال components واوحش حاجة بايكس عامد decline 1.7 لو غيرت السنين هلاقيت تتيب بيتغير بايكس كانت احسن حاجة سنة قبلها طلعت فوق وهكذا فكلما بيتغير ال table dynamic معاك وبيديلك visual على طول تلقط المشكلة بتاعتك كاتفين او الميزة كاتفين محتاجين واحد زيه كمان لل channel تعال بقى ناخد منه copy على طول او control c واروح هنا واعمل control v وتعال بقى سيادتك بدل ال product ايه ممكن ناخد الكاتيجري نتلاعه برا وناخد بقى ال channel ونحطها في ال rose حتطر تعيد بس ال conditional formatting انت عندك احسن channel احسن اداء كان ال whole sale واوحش اداء كان ال key accounts ده اللي حصل في سنة 2019 لو روحت 18 هتلاقي الارقام بقى دينكو لا تتغير بقى عندك ال retail هو احسن اداء واوحش اداء هو ال whole sale نفس الكلام ممكن اعمله بالنسبة لل region 2019 احسن اداء كانت الجيزة والكنال و 2018 كان احسن اداء upper egypt وطبعا ال table ال information كلها dynamic بتتحرك معاك مع ال slicer وال measures كلها شغالة معاك زي ما حراك شايف عملت بس اربعة ماجر واحد اتنين تلاتة اربعة ماجر واستخدمتهم زي ما انا عايز في كل ال pivot tables واستخدمت slicer وconditional formatting بقى عندي insight عندي analysis لكل رقم موجود الموضل بتاعي المرة الجاية هنتكلم اكتر على time intelligence dex functions هناخد هما تحديدا حوالي 35 functions طبعا مش هنغطيهم كلهم ولكن هناخد المرة الجاية 6-7 بحيث ان احنا نبقى خدنا جزء كبير منهم الحاجات المشهورة ويبقى فلنا موضوع بكده نكون وصلنا لهات الفيديو يارب يكون كان مفيد ليكو لو اعجب الفيديو سمحت اعمل لايك واشتراك في القناة وسب لي تعليق كمان هنا هتلاقي لينكات مهمة جدا هتلاقي لينك بتاع سلسلة الpower pivot اتفرج عليها من اولها لو سمحت وحتلاقي لينك بتاع سلسلة الpower query مهمة جدا لو كنتش شفتها لو سمحت ارجع وشوفها هتلاقي لينك بتاع سلسلة ال pivot tables كمان مهمة جدا وحتفيدك وحنا شغالين على الpower pivot شكرا جدا لوقتكو وشكو في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته